طب ايه اكتر بلد في افريقيا انت حسيت ان انت انبسطت فيها قوي او كان فيها مواضيع كتير قوي او تقول الناس انهم يروحوها افريقيا كلها قصص بس ممكن اريتريا وكوتيفور انا كوتيفور ساعة لما المنتخب في مصر كان لديك في البطولة الاخيرة كوتيفور مثلا دولة رهيبة يعني فيها تقدم وفيها بنا وفيها استثمارة عالية جدا ودي حاجة انا ما كناش نعرف عنها روح تتفاجئت بلد يعني قوية وفيها سيحة كويسة اريتريا نوع مختلف جدا من السيحة اريتريا بيعتبلوها كوريا الشمالية بتاعت افريقيا ما عندهمش انترنت من 40 سنة ما دخلهمش الانترنت الانترنت في انترنت كافية بتروح تدفع فلوس تفتح ربع ساعة انترنت ما عندهمش حاجة يعني هم عايشين كده ومع ذلك تفتكر ده كويس ولا وحش ما انا حاسيت ان انا مبسوط حاسيت ان انا مش نقصني حاجة عادي الناس يعني حاسيت لا اول مرة بخرج الساعة ستة بالليل بعد مسلا ما يكون الموظفين خلاصوا شغلهم والاطفال خلاصوا في المدارس الناس كلها في الشارع اطفال بقى بتخرج مع بعض ما فيش حاجة بقى تانية تتعامل ما فيش انترنت بالليل المدينة كلها الناس بتخرج وتبصوا بتلعب وبصح اوليك ما عندش ماسك تلفون ما فيش اي حاجة التلفون يعني بالعافية الناس الاغناء ايوبي معاها تلفون بيعمل كولز لكن انترنت ما فيش في البلد كلها طب هل هي مكلفة يعني لو واحد عايز يروح يتفسح في افريقيا اكتر قارة مكلفة في العالم كله رغم انها يعني لو هفكرت فيها هتقول مثلا اوروبا سويسر امريكا ولكن اللي بيخلي افريقيا مكلفة انها ما فيش اختيارات كسايح يعني عشان تقعد في فندق فالفندق ده حاجة لكجريس قوي يعني حاجة للناس بقى اللي بتبقى جاية يا اما رجال اعمال يا اما مع اليو ان فانت عشان تروح سياحة فانت يعني فندق قديم وما فيهوش سيرفس قوي بس في الوقت تبقى دفع بس غالي دفع اه كأنك دفع فندق في سويسرا وحاجة واو وكل البلاد كده هناك يعني كلهم غالين معظم افريقيا غالية جدا اصفر فيها الطيران مثلا ما بين دول افريقية غالي جدا لان يعني مفيش ترابط قوي مفيش سياحة ما بينهم مش متعودين مفيش اقبال عكس مسلا اوروبا غالية بس ممكن تسكرة الطيران بعشر عشر يورو مسهلة لكن فافريقيا نص ساعة كنت بدفع خمسمية دولار في تسكرة الطيران فافريقيا مكلفة ولكن مختلفة طيب نروح بقى لكوكب الصين زي ما انت قلت عليه ليه سمتها كوكب الصين لان هم يعتبروا يعني هم نتكلم في ايه دلوقتي خمسة الكرة الارضية الصينيين خمسة او ستس ومختلفين في كل حاجة منغلقين جدا يعني في حاجة انا ما كنتش عمري حسبتها كده بس انت بالارقام من كل ست اشخاص موجودين على الكوكب في واحد صيني فكل ست اشخاص على الكرة الارضية فيهم واحد صيني كتير اوي كتير اوي يعني كل ست واحد صيني ده رقم يخوف يخوف كتير بس فهم مختلفين في كل حاجة هم نفسهم اصلا لوحدهم يعني تعتبرهم يعني كوكب او قر لان فيهم اعراق مختلفة لغات مختلفة ديانات مختلفة فكل حاجة هي كل مدينة تعتبر دولة بالنسبة له مش هتعتبر مدينة وكل واحدة ديها مثلا عدتها الوحدة ثقافيتها المعينة بالضبط لغات كتير اكل ديانات لكن هما في الاخر عندهم لغة بتجمعهم الصيني اوه المندرين نسمعها بس طبعا يعني احنا مثلا مصر هي مصر زائرة ونقرنتا بالصين ولكن فيه اختلاف لهجات مثلا لكن هناك فيه فيه اكتر من لغة يعني حتى مثلا زي الهند الهند دولة فيها اظن اكتر من من 29 لغة في الهند بس والصين مش فاكر الرقم كام بس الصين فيها اكتر من لغة بس لغة محلية بس في الاخر معظمهم بيتكلموا لغة الدولة الرسمية وبيفهموها ببعض بيفهموها ما بينهم وبعض لان دي اللي بيتعلموها في المدارس لكن مثلا العواجيز ممكن ما يفهموهاش قوي لكن الاجيال الجديدة كلها بتتكلم اللغة الرسمية اشتركوا في القناة